مقولة حلوة كده بتقول اسمع معايا صاحب القلب الطيب ما يعملش غير الطيب مقولة حلوة لانه الطيبة دي دي احلى حاجة الطيبة بتطلع طاقة حلوة الفنان القدير اسماعيل فرغري انشأ منصة اسمها ايه قلوب طيبة ايه حكاية القلوب الطيبة في المنصة هي اول منصة على اليوتيوب ودي بتخدم الصم وضعاف السمع وبتقدم برامج تثقفية وفنية ورياضية ودروس لمحو الأمية ولغة الإشارة يعني حاجات كتيرة جدا فطبعا القلوب الطيبة هي اللي بتتابع المنصة دي واكيد المنصة دي بتسعيدهم تعالوا نعرف مزيد من التفاصيل عن المنصة وازاي جات الفكرة دي اصلا الفنان اسماعيل فرغالي ضفنا في التاسعة مساء الخير مساء نور شكرا انا هتقديمك جميلة يعني الفكرة حلوة يعني وفكرة ولدنا وأهلينا الطيبين دول اللي هما يعني فقدوا السمع طب هما لازم يعيشوا معنا في المجتمع حقا المنصة دي جات ازاي الفكرة جات ازاي هي الفكرة حضرتك اللي يا صديق بيخرج مصرحية للصم فقال لي وانها بيا سمع تعالى سلم عليهم عشان هما بيحبوك فقلت له حاضر سمعا وطاع فبعد ما قفلت معاه رحت حاطي دي الاتنين في ودني عشان اتخيل الناس دي عارفيني ازاي وما بيتكلموش زي النور كده ما بتقطع صحيح تقولوا ده الواحد الكفيف ده تبعيش ازاي صحيح ماهما ما قادرتش هستوعب حقيقة فروحت رايحة فلاقيتهم حالة حب انا فجئت وعنايا دمعت بجد لان هما يعين عشان ما بيسمعوش فبيعبروا دي علامة الاشارة بحبهم تمام فلاقيتهم دي علامة الاشارة بحبهم دي عشان احنا خليها نقولهم ان احنا بنحبهم اه ما شايفنا دي معاناة اي اي ال حرف ال ال اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو انا كمان بقولهم اي لاف يو كل اللي بيسمعونا ربنا يخليك فلاقيتهم عشان ما بيسمعوش فبيعبسامة بتاعتهم كده فيه عنف فقلت طب الناس اللي بتحبيني قوي دي اتنين وعارفيني ازاي عرفت بعد كده ان ما بيعرفوش الممثل باسم اسماعين فرغالي او فلان فلان بعلامة تمام فلما بدعت احمل سرشة عليها وما شوف قلبي بقى بدع يتحرك بقى قلت سبحان الله نقدر ربنا بعيت للمخرج ده عشان اروح عشان يتزرع فيه ده وابتدع انطلق اي